حول الموضوع يلتحق معنا عبر الهاتف منسق لجنة إنقاذ حزب العمال سيد سليم لباتشا مسأكا سعيد سيد لباتشا بداية تتسارع الأحداث في بيت حزب العمال هل لنا أن نعرف دلالات قبول وزارة الداخلية لطعن الذي رفعتمه؟ شكراً مزح الخير أهلاً تبعاً للبلاغ اللي جاءت فيه لباتحنون طول أمس ومتضمن مراسلة رقم 575 مؤرخة في 24 جنبير 2016 وموجهها من طرف مطالع وزارة الداخلية إلى الأمينة العامة لباتحنون والمتضمنة إقصائي مع المجموعة من أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السيد سيد سيد بعمال هذا الملك اللي قدمته الأمينة العامة للمزارة الداخلية كان فيه مغالقات ومراوغات وتم إعلان هذا البلاغ عقدنا اجتماع لقيادة الحارسة حزب العمال وتنقشنا في هذا الحمر وطرحنا يعني جبنا الأدلة والثبوت ودعنا طعن لدى مطالح مزارة الداخلية لكن فيما يتعلق بالدلالات القبول وضعنا طعن لدى الوزارة والحمد لله مساء اليوم تلقينا رب إيجابي في صالحنا ومنصفا بحق المجموعة يبقي لنا صفاتنا وصلاحيتنا كاملة داخل هيئات الحجم نعم سليم لباطشا أنشأتم قبل أيام كتلة موازية داخل قبة البرلمان ربما ما هي الخطوات مستقبلا في مسار الإطاحة بالوزح النوم هي على كل حال الحارة الكليمة رح يتحقق نجاحات نجاح تل والآخر وهي الخطوة المقبلة إن شاء الله هي عقد دورة استثنائية للنجمة المركزية لسحف الثقة من الأمينة العامة ومجموعاتها ووضع مكتب انتقالي اللي راح يكون المهمة الأسفية والرئيسية السعوية تحبير مؤتمر تتنائي نعم شكرا لك سيد سليم لباطشا مناسق لجنة إنقاذ حزب العمال حدثنا عبر الهاتف في حصادية ليلة شكرا لك شكرا لك